منطقة البليد تقع مدينة البليد الأثرية بمحافظة ذوفار على بعد الأقل من 100 متر من ساحل المحيط الهندي على الشريط الساحلي لولاية صلالة في المنطقة الواقعة بين الدهاريز والحفة وهي إحدى المدن الأثرية كونها من أقدم المدن وأهم الموانئ للتجارية التي فيها تحول الموقع للتاريخ إلى قبلة السياحة للزائرين للمحافظة فهو أحد أهم الأماكن للتاريخية للثقافية التي وجد فيها مدينة أعيد إحياؤها من تحت للتراب لتكون شاهداً عليه تاريخ ذوفار العريق وقد تم بناؤها على جزيرة صغيرة وكانت تعرف باسم الضفة وازدهرت ونمت في القرن الثاني عشر والسادس عشر الميلادي حيث أنه بالإمكان رؤية بقايا المدينة وقد أجمع الباحثون من خلال الدلائل الأثرية ومن دراسات الفخار والمواد العضوية وغيرها أن الموقع يعود إلى عهد ما قبل الإسلام واكتسب بعده رونقاً إسلامياً فريداً في البناء المعماري يظهر ذلك جلياً من خلال مسجدها الكبير الذي يعد من أبرز المساجد القديمة في العالم الأخذي يضم مئة وأربعة وأربعون عموداً ويعتقد أنه شيد في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي كما تم العثور على حصن البليد والعديد من العملات المعدنية كما تشير الشواهد التي تم الكشف عنها إلى أن الموقع كان مأهولاً منذ أواخر الألفية الخامسة قبل الميلادي وأوائل الألفية الرابعة قبل الميلاد ثم أعيد تأسيسها في القرن الرابع الهجري الخامسة الميلادي قد لعبت هذه المدينة دوراً هاماً في الاتجارة العالمية في العصور الوسطى حيث شملت صلاتها للتجارية موانئ الصين والهندي والإسندي وشرق إفريقيا واليمن من جهة والعراق وأوروبا من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر